السلام عليكم جولة جديدة لأهم أخبار ألمانيا نبدأها بالخبر الأول رقم واحد في ألمانيا وهو اعتقال مساعد برلماني بتهمة التجسس لصالح الصين يوم أمس تم اعتقال ثلاثة أشخاص من جنسية ألمانية رجلين ومرأة بتهمة التجسس للصين هم حاملي جنسي ألمانيا يعني هم ألمان كانوا يؤسسون شركات وهمية ويتعاملون أيضا مع بعض الجامعات في ألمانيا وكانوا يحصلون على بعض المعلومات وكانوا يقدمونها إلى المخابرات الصينية وعلى كل معلومة كانوا يقدمونها كانوا يحصلون على عشرة آلاف يورو هذا اليوم جاء خبر جديد باعتقال رجل آخر بتهمة التجسس لصالح الصين ومن هو هذا الرجل؟ هذا الرجل قالوا بأنه يحمل الجنسية الألمانية لكن هو من أصول صينية جاء إلى ألمانيا في عام 2002 من أجل الدراسة وبعد ذلك فتح شركة وسبق له منذ مدة طويلة أن عرض خدماته على المخابرات الألمانية بأن يتجسس على الصين ورفضت آنذاك أجهزة الأمن الألمانية هذا الأمر بسبب شكوك حول ولائه بعد ذلك بدأ يعمل هذا الرجل الذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية وهو من أصول صينية بدأ يعمل مساعد برلماني لأحد أعضاء البرلمان الأوروبي عن حزبي البديل وهو أيضا مرشح حزب البديل بالانتخابات الأوروبية ماكسيميليان كخا ويشتبه أو ماذا تقول التهمة؟ التهمة أنه كان يتجسس لصالح المخابرات الصينية ويقدم معلومات حساسة من داخل البرلمان الأوروبي وأيضا يشتبه بأنه كان يقوم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا الخبر الثاني الذي تتكلم عنه الصحفة الألمانية وهو المشروع الذي يرغب بتقديمه وزير الصحة كارل لوطبخ من أجل تسهيل عمليات زرع الكيلي في ألمانيا حيث قال وزير الصحة بأنه سنويا يموت 350 شخص بسبب عدم حصولهم على كيلي ولذلك تعتزم الحكومة الألمانية تسهيل عمليات زرع الكيلي من خلال السماح بالتبرع بالكيلي بين الأزواج الغير مرتبطين ماذا يعني هذا؟ يعني بأنه إذا كان هناك زوجين مثلا هذه الزوجين مستعدان للتبرع بالكيلي لكن لا يحصل بهم توافق وهناك زوجين آخرين يحتاجان إلى كيلي يمكن أن تتم عملية التبرع بشكل مجهول حيث لن يعرف المتبرع أو المتلقي هوية الطرفي الآخر وسوف تتولى مراكز زراعة الأعضاء تنظيم عمليات التبرع المجهولة هذه وهذا ما يعمل حاليا وزير الصحة للعمل يعني بهذا الأمر ويظن بأن هذا الأمر التبرع بشكل مجهول يمكن أن يشجع عدد كبير من الناس للتبرع وأيضا هكذا يحصل عدد آخر من الناس الذين يحتاجون إلى كيلي على كيلي لأنه قالوا بأنه هناك نقص كبير في الكيلي المتاحة للزرع في ألمانيا مما يؤدي إلى وفاة العديد من المرضى أثناء انتظارهم للزرع ونتمنى الشفاء العاجل بإذن الله لجميع مرضى الكيلي وجميع المرضى نشرت أيضا دراسة بالصحافة الألمانية تتكلم على الشباب الألماني وعلى القلق والتشاؤم الذي يعيشه مجموعة من الشباب في ألمانيا وعلى أيضا أن الشباب في ألمانيا أصبح يتوجه إلى اليمين المتشدد ورغبة انتشار شعبية حزب البديل عند الشباب حيث كشفت هذه الدراسة الحديثة عن تزايد القلق والتشاؤم بين الشباب الألماني بسبب الأوضاع العالمية المضطربة والتحدية الاقتصادية ومخاوف التغيير المناخي حيث يعاني أكثر من نصف الشباب الذين عملت لهم هذه الدراسة من ضغوط نفسية مثل التوتر الإرهاق والشعور بالعجز أيضا يشعر الشباب بالقلق من تظهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة إضافة أيضا إلى القلق من تأثير التغيير المناخي على مستقبلهم ويعتقدون بأن الحكومة الألمانية لا تبدل جهودا كافية لحماية البيئة إضافة إلى ذلك من خلال هذه الدراسة زادت شعبية حزب البديل يعني عند الشباب دون 30 سنة لكن ما هي أسباب التوجه نحو اليمين لدى الشباب حسب الدراسة هناك خيبة أمل من الأحزاب الحاكمة حيث يشعر مجموعة من الشباب بخيبة أمل من آداء الأحزاب المشاركة في الحكومة الألمانية ويعتقدون أنها لا تعالج مشاكلهم بشكل فعال واستطاع حزب البديل الحزب اليميني في استغلال مخاوف الشباب كما نشرت الصحافة الألمانية خصوصا مخاوفهم من الهجرة ومن التحديات الاقتصادية لكسب أصواتهم إذن كما نلاحظ من خلال هذه المقالة ومن خلال هذه الدراسة هذه الدراسة تظهر وتعكس تنامي التشاؤم والتوجه نحو اليمين بين الشباب الألماني وهناك حال أيضا من عدم اليقين بشأن المستقبل وخيبة أمل من السياسة الحالية لكن لكن على الرغم من كل هذه التحديات الدراسة أظهرت بأن يوجد بصيص من الأمل حيث عدد كبير من الشباب الألماني ما زال متفائلا بشأن المستقبل ويسعى للمشاركة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع الصحافة الألمانية تتابع الخطة البريطانية لترحيل طالب اللجوء إلى رواندا وهناك تساؤلات من مجموعة من الصحف هل يمكن لأوروبا ويمكن لألمانيا أن تأخذ نفس المصار وتمشي على نفس المنهج لكن ما هي الخطة البريطانية وماذا يحصل الآن في بريطانيا تعتزم الحكومة البريطانية ترحيل طالب اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا رواندا توجد في إفريقيا حيث سيتم النظر في طلبات لجوئهم هناك في رواندا لكن ما هي أسباب هذه الخطة؟ الحد من الهجرة الغير شرعية حيث تهدف الخطة إلى رضع طالبي اللجوء عبر الذين يأتون من فرنسا عبر القناة الإنجليزية ويدخلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني ترغب بتخويفهم وردعهم والتقليل من عدد طالبي اللجوء في بريطانيا إضافة إلى ذلك تسعى الحكومة البريطانية إلى مكافحة عصابات التهريب البشر التي تنظم عمليات الهجرة الغير شرعية وتأمل أيضا الحكومة البريطانية في كسب تأييد الناخبين من خلال تبني سياسة هجرة صارمة ما هي تفاصيل الخطة التي ترغب الآن بريطانيا عملها؟ سيتم ترحيل جميع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا وسوف تتولى رواندا مسؤولية النظر في طلبات اللجوء المرحلين إليها في حال قبول طلبات اللجوء سوف يسمح للاجئين بالبقاء في رواندا ولن يتمكنوا من العودة إلى بريطانيا ستدفع الحكومة البريطانية مئات الملايين من الجينيها الإسترليني لرواندا مقابل استضافة اللاجئين لكن هذه الخطة تنال انتقادات كبيرة جدا أولا هناك مخاوف قانونية حيث أعلنت المحكمة العليا في لندن أن الخطة غير قانونية لأنها تتير مخاوف بشأن عدالة إجراءات اللجوء في رواندا إضافة إلى تهم تأتي من عند منظمات حقوق الإنسان التي تتهم رواندا بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك قمع المعارضة وتقييد حرية التعبير إضافة أيضا إلى الانتقادات للتكلفة الباهضة هذا الأمر تنتقده المعارضة في بريطانيا وتقول هذه الأمور سوف تكلف دافع الضرائب البريطانيين مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية ما هو موقف رواندا رواندا متحمسة وتأمل في تحسين صورتها في الدول الغربية وفي أوروبا من خلال التعاون مع بريطانيا يعني بهذا الشأن إضافة أيضا إلى أن رواندا سوف تكسب مبالغ مالية كبيرة من بريطانيا مقابل استضافة اللاجئين متى يمكن أن يبدأ بأول عملية ترحيل إلى رواندا لا يعرف بعد لأن ما زالت الأمور شائكة لكن الحكومة البريطانية ترغب بالبدء بهذا الأمر هذا العام هناك أيضا نقاش واسع في ألمانيا بعض أحزاب المعارضة تطالب بعمل نفس المنهج والتعاون مع أحد الدول خارج الاتحاد الأوروبي مثل رواندا أو دولة أخرى وهناك يعمل على ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين أو الذين دخلوا إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية إيطاليا التي توجد داخل الاتحاد الأوروبي عملت اتفاقية مع ألبانيا بحيث أنه هناك في ألبانيا بدأوا في بناء مثلا أماكن لاستقبال طالب اللجوء الذين ترغبوا إيطاليا بترحيلهم إذن النقاش الآن لو نجح الأمر الذي تعمل عليه الآن بريطانيا يمكن أن يشجع بعض الأحزاب في ألمانيا على ترحيل فكرة وعلى الضغط على الحكومة الألمانية بتبني نفس المنهج ما رأيكم أصدقائي بهذا الأمر؟ هل تظنون بأنه يمكن أن يأتي يوم من الأيام وتسير ألمانيا أيضا على نفس المنهج البريطاني؟ تكلمت الصحافة الألمانية أيضا على مخاوف من إغلاق آلاف المتاجر في ألمانيا وتحول مدن كثيرة إلى مدن أشباح هذا الأمر بسبب أنه بعض المدن لا نتكلم على المدن الكبرى من المدن الكبرى مثل كالن، مونشن، شتودغارت، هامبورغ، برلين، دوسلدورف، فرانكفورت، لايبتسيش إلى آخره أو هنوفا هذه المدن الوسط المدن الأسواق وأحياء التسوق ممتلئة للغاية وتجدب عدد كبير من السياح لكن هناك مدن أخرى مدن صغيرة بدأت بالفعل تغلق فيها مجموعة كبيرة من المتاجر وأصبحت شوارع التسوق فيها تشبه مدن الأشباح هذا الأمر أيضا حضر منه اتحاد الطجار الألمان وقالوا يجب أن يكون هناك تدخل سريع من الحكومة الألمانية لأن مجموعة كبيرة من المتاجر أغلقت بسبب أولا التضخم بسبب تغيير عادات التسوق لأن كثير من الناس أصبحوا يتسوقون الآن أغراضهم أونلاين عبر الإنترنت إضافة إلى ذلك هناك من يذهب إلى بعض المدن الكبرى ولذلك الكثير من المدن بدأت تغلق فيها المتاجر هذا الأمر أيضا أصبح كما يقولون حول مجموعة من المدن بالفعل إلى مدن أشباح تكون خالية فيها شوارع التسوق ولا يوجد فيها نشاط تجاري حيوي يؤثر بشكل كبير على اقتصاد المدينة ويؤدي أيضا إلى فقدان الوظائف ولذلك دعا الاتحاد الحكومة الألمانية إلى عقد قمة لمناقشة أزمة مراكز المدن وإيجاد حلول لها ما رأيكم أصدقائي بهذا المقترح وهل أنتم في مدينة صغيرة أصبحت مدينتكم وتحول مركز المدينة بالفعل إلى مدينة أشباح ولا توجد فيها حركة اقتصادية كبيرة لأن الكل أصبح يتجه إلى المدينة الكبيرة التي توجد هناك بالقرب منكم وأصبحوا يتسوقون هناك المدن الآن الألمانية قالقة جدا المحلات التجارية التقليدية قالقة جدا بأن تغيير عادات التسوق التي تحولت إلى أونلاين عبر الإنترنت يمكن أن تؤثر على مستقبلهم وبذلك تغلق شركاتهم أخر موضوع أصدقائي يناقش مسألة تيك توك حيث أن الاتحاد الأوروبي يحقق مع تيك توك بشكل المخاطر الصحية على الأطفال لماذا هذا التحقيق ولماذا تدخل الآن الاتحاد الأوروبي بالفعل فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا مع منصة تيك توك الصينية بسبب مخاوف من أن ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد تيك توك لايت قد تسبب ضررا على الصحة النفسية للمستخدمين وخاصة الأطفال لكن دعونا ندخل بالتفاصيل لمعرفة ماذا أو ما هو هذا التطبيق الجديد الذي يسمى تيك توك لايت تيك توك لايت هو تقديم جديد عملته الآن تيك توك وبدأ يعمل في بعض الدول وهذا التطبيق به ميزة المكافآت ما هي هذه الميزة؟ به نظام نقاط ومكافآت للمستخدمين الذين يشاهدون مقاطع الفيديو ويقيمون المحتوى ويدعون أصدقاء جدد إلى المنصة ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الميزة قد تسبب إدمانا لدى المستخدمين وخاصة الأطفال الذين قد يقضون ساعات طويلة على التطبيق للحصول على المكافآت وانتقد الاتحاد الأوروبي شركة تيك توك لعدم اتخاذها إجراءات كافية للتحقق من عمر المستخدمين الآن أعطى الاتحاد الأوروبي فرصة لتيك توك للإجابة على بعض الأسئلة إذا رفض تيك توك الإجابة فإن الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض غرامات مالية على تيك توك قد تصل إلى 1% من إجمال إيراداتها السنوية أو مبيعاتها العالمية إضافة إلى ذلك يمكن أن يقوم الاتحاد الأوروبي بحضر ميزة المكافآت داخل الاتحاد الأوروبي بتطبيق تيك توك لايت وهذه ليست أول مرة يحقق فيها الاتحاد الأوروبي أو يفتح فيها الاتحاد الأوروبي تحقيقا مع شركة تيك توك بشأن مخاطر إدمان الأطفال على منصتها الرئيسية وقد سبق أيضا أن فرض تيك توك غرامات مالية على تيك توك كانت هذه أصدقائي هي أهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحفة الألمانية كي تتوصلوا دائما بالجديد اشتركوا في القناة فاعلوا الجرس مشوروا الفيديو ولا تنسونا من تعليق جميل أصدقائي أسفل الفيديو شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء